بسم الله حطنا رحلتك مكة وسويت واش خبار الأجواء لا أنا بجيب لكم قصة رحلة قديمة حلو حلو الرحلة هذه طبعا أول عمرة نبي أول عمرة في حياتك سافرت مع الوالد عام 91 هجري والحقيقة ما زالت إلى الآن غارس في راسي لأن فيها توجه ورجاء ودعاء وبكى لله سبحانه وتعالى في ذلك الرحلة فكانت سبحان الله من الرحلة كنا مسافرين من الرياضي إلى نجران الوالد الحلس الوطني ونقلوه لنجران فسافرنا في البر في سيارة كان ذكريام على أول بداية الهايلوكس توها نازلة واحد وسبعين من الضرات قدام يسمونها مداني أي مداني ويسمونها وارد عراوي يقول نحن نبوذ الواجهة وارد عراوي تسيف غرى ستيب نوانتي جديدة تطلبين اثنين نعم نعم عاشي مروس اي حديدة مع حديدة نعم فكان منول الناس منول على الهافات وعلى الفروت وعلى الدوج منول وعلى وجهة الددسن والهايلوكس صغيرة ولهي على مستوى ارتفاع السيارات هذه فطب أنا كحين أخي أدر الوالد الله يطول في عمره من اسمع على طاعته آمين سافرنا من نياء وكنا طبعا الخط قديم مرورا بالخارج مرورا بالحوطة مرورا خط سيد واحد الله الله وكان ما في محطة إلا من مدينة المدينة آه تبين محطة في الطريق ما فيه سبحان الله يأخذوا معهم الجراكل جراكل ايه يعبون جراكل ماء وجراكل بنزيم بنزيم من الله الله علشان شايف له منك غلق البنزيم وتعبي وهذا حنا نمشي ولا جينا الديرة أخذنا ماء واخذنا لأن حتى وتعدين السليل وقبلنا على الوادي ماشا الله وطبعا الديرة ذيك حنا ما نعرف هزين خبر متعودين على ديارنا فيه جبال ومن وارا الوادي يجيك عاد نفوذ اللي يسمونه نفوذ خرب شايف تحط قرية تلفاو على يسارها شايف وتطلع النجران وكان الطريق ذاك يتخذونه هل المرسدسات وهل السيارات اللي منول الشفرات وهل الهافات اللي منول يكدون الديار ذيك فيه يوم جينات العمر نشهدنا على الطريق قروا الطريق تمشون مني ونشوف الطريق هذا ترى طريق يودي للنجران طبعا السيارة غمارة وحاطنا عليها شراع حنايا وشراع والعفش تحت وفيه الصقرات حطنا فوق وفوقها الصقرات بطانيات وجيسنا عليها العوائل سبحان الله وحنا قدم على قده شايف حالات البسيطة حالات البسيطة ونابشي ولزلنا من بعد السليل وخذنا الطريق كان الطريق طريق المرسدسات وطريق السيارات اللي منول غزير قال أبو يلون بناخذ يمين نجنب عن الطريق هذا يمكننا يقعنا طريقا أسهل وحنا على التجاه يوم خذنا نطيح في النفود طيحنا في النفود فيه هناك يسمونها الحقنة يقولوا له حقنة دائرية اي دائرية اي وحنا نحس بنا مثل النفود اللي عندنا على ما حولنا فيها ليا معاد خلاص نشفت السيارة في وسط الحقنة هذه في الحفرة النفودية وانتوا في وقت برد ولا صيف وحنا في وقت ذاك الحينها قاض اي وقت قاض اي والحقنة هذه طبعا زي المخروطي شايف الدائرية اذا نزلت معاد فيها من تطلع خلاص على ما نزلنا نشبة السيارة معاد خلاص ما في مجال لا اله اي الحينها يمكن حول الساعة تقريبا تسع والساعة عشر اي ما فالنهار فالنهار حاولنا 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 ما فيه مجال تطلع والعائلة معنا والعائلة معنا وشايف وتخبر الانسان ما يذبح غارهك الغارهك الغارهك والذبح الرجام هالموت اي والخوف وتخبر كل رزقه وعائلتك كلها موجوده وش بعدكم مع الزفلت ما حولنا الزفلت رحتو اي حنا الحين همكنا بقول لك عن الزفلت يمكن ستين كيلو ولا ثمانين كيلو اي حنا هالحين في النفوت ربك يا فريجا اي الله الله اعلم نشبة السيارة حاول وحاول لان جه الساعة تمكن ثنتين ولا ثلاثة ما في مجال سبحان الله اي ربباضة ما هو ربباضة حقنا نشبة السيارة السيارة لازم بشيرون لو بغت تطلع لازم تطلع سعود هذه مرة لازم تطلع سعود ما عاد في مجال الله إلا تطلع هذه مرة سعود ويروح ابوية يطلع لها هكا البعير هامل شايف هو يجيبه ويعقله عنده قال خالنا ما لانتنق قذبة ولا السيارة ما عاد يطلعها خالنا ما لانتنق قذبة البعير هذا شايف لنا عاد عمل لي وابن عملنا فينا أجران الله يغفر له يا رحمي قال لعبد الله بن دهبان نعم ايه معي لكم سعود كان مع الأمير خالد السديري ايه وراح وبلغ الأمير خالد السديري طبعا حنا ذا الحين حسبو لك 24 ساعة ما جيت ما عادت أنك أنك خلاص ما فيما غديت اي فقال المير خالد السديري الله يغفر له وشون دروا هم شون دروا فيها طول التوقيت ايه في برقية ايه ومشينا من نية في برقية ان ترى نمشينا طبعا عندك الحين ايه فيها يسمونها البرقية من أول ايه تبرقها مثلا للأمارة عشان ان ايه ابد الله بن دهبان فيها او لأخويا الوالد او لهذا من وجد النقط قال ترى نماشين المربح ترى نماشين اليوم وحروتنا بعد 48 ساعة ايه حروتنا يومين الطريق بلاها يومين تخبرية الطريق بلاها يومين لان ما فيها يمكن الى السليل ازفلت بعد السليل الخلاص ماعد فيها ازفلت لا ايلا ايلا شايف النجران ما فيها عبر ما بيه ازفلت لا ما بيه إزفلت كان ما فيه Wright che go 보� będшая ي sett原 ايه لدينا هذا عشان نختصر اي اي ايها أسفلت هالي يسوي أسفلت هالي حين لا يوجد أسفلت على نفس الطريق اللي كان من أقوم بتخذينا الناس أسلم أي هالي مهم أنه جاب البعير وعقله قال خلنا أنت نقذ به اليمن عاد هذا شمال أنت نقذ به يعني يعني أنه يسعفنا لوصل نديره نبلمشي على رجلينا ومانا وغراضنا نحطها على ظهر البعير نتوصل به حلو لأقرب دير تنحولنا وهذا من الحلول نعم هذا يعني حل نهائي يوم أخذ الوالد الله يمتع في عمره على طاعته من أسمعني الشيبان الأولين أهل طاعة وأهل تقوى وهل سلام قال حننا لمن توجه لله سبحانه الله أكبر أي يلا كل أبونا بنصلي ونطلب الله الله أكبر إن الله عز وجل شايف في حل لزمتنا لأن ما يفرج الهم ولا يفرج هذا إلا الله سبحانه أما يجيب المضطر لذا دعوه يكشف السمو ما في غير اللحظ ما في غير اللحظ فقال الوالد يلا صلينا كل أبوكم صلوا حتى ورعانكم معكم شايف صلوا ورفعوا ديكم واللي بعد يقدر يطلب الله شايف شرف أن الإنسان دمعته تفيض شايف إلى رب في رجاء الله سبحانه وتعالى صحيح اينا أقعد عمره يصلون يطلبون الله شايف توجهون لله يوم أخذ يمكن خذ لهم نصف ساعة أو كذا خذ قال أبشرب الخار يقول إن شاء الله أن الله عز وجل يبغيسرها لأن ظن المسلم بالله سبحانه وتعالى أهو أكبر أطلوب أنا 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 ظن عبدي بي يقول الله عز وجل هل يظن بي عبدي ما شاء الحديثة خدسية نعم نعم زي ما أظن بالله عز وجل الله يعطيك سبحانه وتعالى فقال أبشر بالخار أبشر بالخار سبشر وأن الله عز وجل بيفرجها أبد ويرجع عمر نسم الكفرات لنخلاها مرة قال على الجنط قال معكم لأي هو هي من أول في كل بوجي يركبه في البوجي قال توجهنا الله والله عز وجل بيفرجها إن شاء الله إن الله عز وجل بيفرجها هالحين إن شاء الله تجبر الفرج بارعيكم هالحين المغرب ما عادوا بعيد المغرب ما عادوا بعيد ومن أول عادة الناس من أول في الليل ما يشبوا النار ولا يشبوا شيء خلاص أخذنا على العادة الأول وعلى الخوف من أول والمغازي أخذتنا إذا صار فيه ديرة ما هي بديرته أصار ديرة ما هي ديرته يخاف منها ما عارف عنها شيء ما عارف عنها شيء ولا عارف عنها شيء ولا عارف عنها شفت نسم السيارة هالله نسم السيارة لأن ما عدخل الله قال لنقالها على الجنط قال لنقال دفوا دفوا وحن اللي يجيك العان ويكبار واسخار والحريم يلا دفوا وسبحان اللي قال لي والله يرى بعنها آية من أية الله اسمها تعالى شايفه ربي شايفه يخليها تطلع العرق سعود لان جيت فوق فالسهل واستوت يوم استوت لعمل اسم الله قال خلاص هالحينه مراح ما عد فيه هالحينه عصير زينه كهوتنا ما تغدانه لذا قلنا شيء مستملين الناس ما هم رهم غير الموت وفيه نفوذ وحر شايفه والله ما رأ يحطون هذا يسوون غدا عشا ويفك البوجي يركب اللي ويربي كفرات شايفه فيها منطقة تقريبا في النص كهوة كهوة ومحيطة يعملوا شايف ناوي يقطع النفوت بكرا بكرا الصبحنا بل يقطع النفوت هالحين خلاص هالحين مراح ما قاله بني رجع لخطنا لا 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 بيواصل بيواصل رجاله بياخذ يسار عدا ندور الخطوط اللي تودينها والله ما رأت العمر يوم انها أصبح تسونا عدا وامر حوذك كل يوم أصبح الصبح شبوا النار هم صلحوا فطورهم ويمشون وانا بنا فيه منطقة في النص تقريبا أقهوة وجراك البنزيم وكذلك عبوا للناس في بطل النفوت لا بعد النفوت مدخل هجر مدخل هجر ما يبهجرة لا ما يبهجرة زي ما تقول أقهوة حق الكدادة مسافر حق مسافر شايف والهم ان كل ما خدنا تياسر لانا لقاطنا الخطوط دي يوم لقاطنا الخطوط والله يوم عاد الوالد اسفل ما دي اسفل بدقاش جيني فرجها الله ايها الحين اي شفت عاد الوالد الله يمتع العافية عليه الصوت الجميل شوي ايه والله شفت ليه والله يوم اسفل للوالد استهالس طبعا استهالس الواحد لأننا رأى فرجها عقما الهجيني اه عقما الهجيني ان شاء الله على التحرك قصير ولا الطويل اه على الطويل يلا والهم ان مشاهلت العمر وعبنا بنزيم وواصلنا يوم ما وصلنا نجران للا المسامع المغرب ما هم مشكلة همشي تصور ألهم ايه وصلنا عند منطقة اللي قالها العريسة اول مدخل نجران كان فيها مركز تفتيش وليه والله ينتظر عمي اللي عند النقطة التفتيش معلم العسكر قال لجاكم واحد هذا اسمه ترى انا او جاسني عند العسكر يريح شاي ألهم لهم اجينا انت محية بن شداد قال نعم قال ينادي ينادي عمي قال ابشرب برفيزك ابشربوا الفيزك وليه بكرة موعدهم الله يغفر له خالد سديرين بكرة تطلع طيارة اوه اتدور اذا ما جو الليلة بكرة تطلع طيارة خلاص هم جاسين عند المركز الحين يحترون اذا جاء احد لالعشاء ما جاء احد خلاص انهم اضاعوا وهلكوا في البر في البر اي نعم فهذا من فرج الله سبحانه وتعالى عاد شو قول الشاي والله راعله جيني اي فعاد اجيب لكم يعني ابيات بسيطة وهي يقول هاي طبعا ابيات ذي توجد لله سبحانه وتعالى شايفوه فيقول يا رب ما لي غير عفوه